السلام عليكم أهلا وسهلا بكم على قناة الإنجليزية مع سارا فيديو اليوم إن شاء الله تكمل الفيديو اللي فات نكمل وش بدينا الخطالفات شفنا ثلاث وحدات اللي تحب زاف في الباك في اللغة الإنجليزية واليوم نكمل مع القواعد قلت لكم الخطالفات هدوك الواحدات وليت لكم كيف تكتبوا الوضعيات هكا بعض الوضعيات وليت لكم بعض المصطلحات اللي نستعملوهم في كل وحدة وأيضا قلنا بليف هدوك الواحدات ربما نقولوا على الأقل لدو خمس نقاط من هدوك الواحدات أي أنجو اليوم نزيدون دو خمس نقاط من القواعد إذن قبل ما بدأوا الفيديو مدى بكم تبرتاجوه تبعتوه الناس يتعرفون هكا باش تعمل من المنفع وتشجعوني وتاني كما يقولون هدوك تعطي كتوك كبسوا كبسوا هكا بش تطلع الفيديو يستفد الجميع إذن ما تنسوش تديروا إعجاب واشتراك وتفعيل درس بيانسور باش يوصلكم الجديد وأيضا قول لكم في التعليقات أسكو فهمتوا وأسكو يعني حبيتوا هالطريقة اللي شرحت لكم بها إذن نبدو مع الدرس الأول نبدو مع الدرس اللي أول تاني اليوم قبل ما نبدأوا دقيقة وقول لكم بلي بلك جوني في التعليقات تقول لي أها ما ذكرتش ربما قاعدة من القواعد اللي قليتوها بلك ما ذكرتش حاجة مهمة ولا أنا نبهكم اللي حتى نتقول الحاجة اللي تعودوا بزاف اللي ربما يعني أغلب الدرس تعال قواعد ماشي كلش ربما إذن ما سوف يديروا هاد شي في بلكم عندكم حاجة موحش نشوفوها اليوم واللي لازم تكونوا على بلكم بيها هي النطق تاع إيدي في الأخير هادك إيدي في الأخير كيف الشي تنطق لازم تعرف وقت الشي تنطق تدو ولا إيد هادك تباش تصنفوه في الجدول هادك النطق وأيضا لازم تشوفو المطق تاع أس هادك في الأخير هادك من فين يطيحوه في البكالوريا إذن آيان رحو نشوفوه هنا الدرس هادة تعئيذة الدرس تعئيذة الآن إذا هادي إف بروفايدين ذات بروفايدت أز لونغ أز سو لونغ أز كامل معنى تعهم إذا شغل هادو كامل مرادفة تعئيذة الآن مثلا هو في الباكي مثلك جملة فيها إف ويقول لك عاود اكتب لي هاديك الجملة روم بلاسي هاب كاش حادة يقول لك مثلا روم بلاسي هاب ignoring that ولا بهادي ولا بهادي ولا بهادي ولا يقدر ما يقول لك شو كامل بامanderو يقول لك روم بلاسي هاب حادة بحيث أنه يكون عندها نفس المعنى فأي انتا تروح تولوا بروفايدتها بوحدة من هذا اي educators أقبل بإف هادي وحدها إف هادي عندها فور تايبس يعني فور تايبس بركلي لازم تعارفوهم عندنا تايب زيو تايب ون تايب تيو هادي هما الأنواع إذن هاد الأنواع بين أربعة كامل تابعين ف هادي بصح وقتاش نستعملوا هادي وقتاش هادي وقتاش هادي هاي نشوفوهم هنا يا بلخف عندنا type zero هو النوع اللو الكامل نسموه type zero نبدو نحسبوه من zero نستعملو كي يكون عندنا general truth يعني حقيقة عامة وحقا علمية وش نستعملو فيه نستعملو فيه if غير للقو if وش نديرو موراها present simple present simple present present يعني في الجملة كامل تكون present present مثلا تكون عندنا حقا علمية مثلا كما هادي if you heat شوفوا you heat present simple ها كاما هادي لازم تحطوها it melts راح وش يصالو melts إذا سخنت لاغلاس الدوب راه هنا يحقا علمية وش نستعملنا استعملنا present simple present simple ايا صحيحة ايا نروحو type 2 type 2 هنا اسموه real conditional real conditional وش معندها يعني حاجة تقدر تصرها حاجة حقيقية تقدر تصرها مراهيش حاجة علمية لمية بالمية تصرها هادي تقدر تصرها نورمال حاجة عادي زع ما نقول لك إذا تحتشتا ما نروحوش نقراه حاجة شغل حقيقة تقدر تصرها كيف تقدر ما تصراش بسح شغل حقيقة مراهيش قولو حاجة خيالية ولا وش نستعملو فيها if نستعملو present simple مع الول كيف كيف بسح هنا ما نستعملوش present simple نستعملو future future مما بتكون بتكون من will ونزيدو استام تعالفرب وش معندها استام استام اللي هو الفرب play to مثلا to play نخلوها برك plain نحوها ديك to مثلا مثلكم هنا مثال عندنا if it rains if it rains we will cancel the trip بيانسور عندنا هاد الافرقل لازم نديروها if it rains إذا تحت شتاء it rains هاي present simple we will cancel will cancel سوف نلغي the trip الرحلة عندنا cancel الverb الحق وسمو to cancel نحن لو to we will cancel the trip هادي هي نروحو لtype 2 type 2 اسمو unreal conditional يعني حاجة ما رحش تقدر تصرع يعني يشغل حاجة هنا يشغل imagine اخ اوكي عندنا هنا مثلا نقول if نزيدول past simple ونبادوش نزيدول الwood ونزيدول stamp مثلا if I won the lottery لو كان نربح lottery اللوتري اللي هي اليناصيب if I won the lottery لو كان نربح في اليناصيب كما I would be rich رح نكون مرفة رح نترفة نربح في اليناصيب سوف يوش نقوله if I won won هنا هي الverb to win يربح بس حوش راه راه في past simple درناها won the lottery بعد نديرو كما فاصلة I نديرو سيجن بعد would be الverb to be رحينا to خلينا غير الbe بعد نكتب rich إذن هادي تكون حاجة imaginaire يعني كنشغل يعني شغل هادي كما تقدر تصعب تحشغل كما نقول احتمل تحب باش يصير ضعيف بزاف كنشغل يربح يربح هادي شغل لاناصب هاداك هاداك فاغ قليل ونيربح واحد بخص imaginaire فهمتو ايضا ايا نروح لهادي type الاخر كامل هو type 3 type 3 كيف كيف حاجة imaginaire بس حاجة لمصراتش حاجة مسراتش يعني شغل imaginaire وحاجة شغل في pass وتكون حاجة مسراتش نعطي مثال هنا يقول لو كان هنا يشغل يحب شوية شغل كلي نادم كشغل لو على حاجة صارت كشغل نقول if I studied لو كان قريت I would have passed the exam لو كان هكذا سفي جوز لإقزام لو كان هكذا كدي تمليح لإقزام وراني جبته فهمتو سفي هنا يقول وش هانا نستعمل نستعمل if وش نزيد نزيد past perfect past perfect متكول من ماذا متكول من verb to have وش نرجع نرجع هاد نكتب دايما هاد past perfect دايما عندنا هاد ونزيد past participle تع الverb وش past participle تع الverb past participle تع الverb كيكون regular نكملوه بإيدي كيكون ماشي regular صار يابون كل كيف شي يكون دعما to write يقول written وهي رايحة صفي i had started وعند نحن ايوش نديرو في الجزء الثاني نديرو would have دايما would have دايما would have شام نديرو would has ولا دايما would have ثابتة اذا هدو هدو هما يعني بصفة عم يعني ملخص تاع هدو types كامل يعني غالبا هما يطيحوا يعني حاجة اذا هذا اخترعت ولا ولا هذا يعني ما تشتحوا كامل هكا complete تشتح من الجيد تكون تعرفوهم كامل سيوا عاودوا كتبوه انتم مبلغ خل تلقوا بلسانين وتفاو عليهم الان كملوا نحن روحوا هدو providing that provided that as long as as so long as هدو كامل يجو في الواسط ويقدر يجو في اول جملة كما تحبو سواء ديروهم على اللول ولا في وسط الجملة كما if هدي كما هنال عندنا هاد الجملة هنال يروحوا اللول هادي هنا اقول if you heat ice it melts هنال اف راه مع اللول ايا مثلا نحبو ندرها في الوسط وننحو هذه الفاصيلة كامل نقول the ice melts يعني الجليد يذوب if you heat it إذا سخدو شتو ندرنا في الوسط كما في هاد الجمل هنا هاد الجمل ثاني عذرا هاد الكلمت نقدرون مع الأول كما نقدرون مع الأخر إذا قدرنا هاد 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 إذا قدرنا مع الأول في الجملة لازم من هاد الجهة ندر ندر present simple ندر فاصلة ومن بعد من هاد الجهة ندر future إذا يعني ندير على سبيل مثال لو كان زعم خدم تمليح سوف تنجح شوفوا اشترنا هنا you work hard you work هنا رهي present simple you work hard you will succeed هاد رهي future simple صفي هنا هاد حسبوها كشغل إذا إذا خدم تمليح راح تنجح شتو كيف باش جاي الجملة اي انا رح نقول هاد providing ذات نحب ندير ها في الوصف ندير هش معل الكيمة هنا واش نقول واش نستعمل ونقلب ها هنا بدي present simple وبعد future simple احنا نبدأ ب future simple وبعد نجل هنا present simple علش تابعوا معي باش تشفاو باش ما تتخلق للكمش اش فاو في future ايا نحو نفس المثال هاد نحب نقلب وهو نحو الفاصلة هنا بالطبع الفاصلة لازم نذكرها في هذه الجملة بصح هنا يكيد جي في الوسط الفاصلة نحو ها ما كاش ايو واش نديرو نحو نشدو جملة الوزيام نكتبوها هنا ومعلو نبدوها بكابيتال لاتر يو ونكتبوها دي شوفوا يو وحنا يدرنا يو باختصار شديد لانتو ما هنال واش لازم تهتموا الحاجة لازم تهتموا بها هي انو جملة اخترات اصلا فيها تغييرات بسيطة كما هنال ايا نروح لك نروح نقلبوها هنا مثلا في اوكي يعني هنا قوان هنا كنت نهضر لكم على هاد الاربع الان نروح مثلا هاد اكتبوها اف لغير ما شفناها اروح الهنا لو مثلا نحب نقلبوها جملة اف اف نديروها في الوسط مثلا كما بالدرجة نقول لو كان تروح تقرى تنجح ايا الحب نقول لك تنجح لو كان تروح تقرى شتو يعني درنا لو كان هاد كندرناها في الوسط كما نديرها في الول اي نجد احنا ادي نديرها في الوسط نقول بلاست منديرو ات منديرو ات نقول بلاست اي نقول اي نبدو بها the ice نبدو بها ات نديرو ها لنخرج بش نفيديو التكرار اذا ايا نروح لدرس اخر درس الاخر هذا يخص كلمة بالرغم بالرغم من انه باللغة العربية عندنا بش نقول بالرغم من انه كين هات الطرق كامل نقدر نقول although ونقدر نقول even though نقدر نقول in spite of ونقدر نقول despite بالنسبة لهذه ثلاثة اللولين وهذه الزوج كل وحدة فيهم يعني عندها قاعدة كيف نصرف الأفعال ذوك عندنا حاجة express concession ركزوا concession هذه شغل العكس شغل مثلا هذه الجملة اللي رح تكون من هذه الجهة رح تكون شغل العكس تا هذه الجملة هذه concession الفرنسية هي مثلا كي نستعمل نقول malgrie هذه although though even though malgrie وهذه بين ثلاثة نقدر ندرهم في الوسط كما نقدر ندرهم في الأول وندر فاصيلة كما شغل هذه if نفس الشيء بس حاجة المفيدة هي انه في لإكزام يقول لك اكتب لي زيما هما كيف يدروا في الاختيبار في الباك يكتبو لك جمل ويزدي يكتبو جمل وحد واخرى يقول لك اربط هات الجملة بزوج زعم although كيف ش تديرون تهما تروح وبرك تدخل although ما تبدلوش كامل ولا even though ولا though ما تبدلوش كامل الزمن just put it وضعها فقط هذا ما كان وقت يكون تغيير يكون تغيير فقط هادو الفقانيين بصح الاختلاف الوحيد هو انو هادو كين ديروهم ما يصراش اختلاف في الزمن بصح هادو لازم نديرو اختلاف في الزمن وشنو الاختلاف ببساطة هادو تاني يقديرو في الوسط كيم يقديرو مع اللول هادو بصح لازم احنا نضيف حادو مش كما هادو هنا يقول ما بدلوش في الزمن وايضا كين حادك فاش نعرف وقتاش نحط هادو ولا هادو فاش نعرف نحط هادو كامل وقتاش نعرف لازم الجملة هادو نسي نفهم المعنى تاحها اخترعت يقول ربط هادو باستعمال او في بعض احين نقلك ربط هادو هادو باستعمال يكون مناسب وحد يكون مناسب كش احنا ما نعرفوش لازم نحو نشوف المعنى ونسي يعني اذا خرج هادو بالرغم من انا في المعنى هادو تاع الزج بالرغم من انا راه تصلح نحو نستعملوا واحدة من هادو باش منبدلوش الزمن سينو إذا استعملنا هادو وطلبوا منا لازم نستعملوا هادو الزج الان وش لازم يكون after we add هادو in spite of ولا despite ديركت مراهش تهنا مراه مراه وش نديرو لازم يكون noun ولا noun phrase ولا verb plus ang على بالي راي خلاص ضحتوا هنا ايك يقول لكم هاك اروح تشوفوا المثال هنا علاش باش توضح لكم الفكرة شوفوا معايا الان الجملة كيفش يقول لك يقول he was sick he went to school هاي يقول لك ربطوهم كيفش تدير ندخل برك although تقول although he was sick بالرغم من انه كان مريض كاما فاصلة he went to school شوفوا هادي مهم مقراف بالاك وتنسوها هادي لازم تبدوها capital letter وفول ستوب علاش هنا الجملة كيفش ربطناها كيفش قدرنا ندير هادي he was sick وبعد هادي على حساب المعنى لازم تفهموا المعنى سي وفهموه ايا راحوا اللحنة هنا يا هادي الجملة ايا قولوا he went to school although بالرغم من انه كان مريض شفتوا هادي هادي تحطوها هنا وهادي تجيبوها اللحنة وهادي تديروها capital letter وهادي ترجوها صغيرة بشكل رائع فلو هذا ما كان هادي although تقدر بذو وإيذن ذو نرمال بس اذا رأم بلاس يتوها بهذا تجيبوها بصح يتبدل زمن كامل ايا تبقى مع يبيا despite وش نديرو despite his sickness شتو هادي الفرب كان he was sick وش رجعنا he sickness رجعنا name النعون عذرا رجعنا النعون ولا قد نقل non freeze سم كيف شو ولا ولا عبارة عن شو جملة هنا جملة اسمية قلنا بالرغم من مراده بالرغم من مراده كاما فاصلة he went to school فلمتوا الآن أنا حابين بدلوها ما نديروش هكا ما نديروش نعون نفعيز نحو نديرو verb ونزيدولو ing ing لها الجملة ويناء هالverb هو was verb was هو نفس to be وش نديرو نحو to نزيدو برك ing قلنا الفرب نزيدولو ing هذا ما كان ويتو تروح نقول despite being sick الفرب بالرغم من كونه مريضا he went to school لهب إلى المدرسة آية الآن نبدلو despite نديروها in spite of كيف كيف نقدر نحطهم نقول in spite of his sickness he went to school ولا نقول in spite of being sick he went to school كيف كيف لا ما مش سي يعني فاسي وش نقدر نديرو ثاني نقدر مثلا هذه despite هذه تقدر تجي في الوسط نحو هذه كام كيف ش نديرو كيف ما أول ذي وهذه اللي شف نا هنا فضو وش نديرو نقول he went to school راح للمدرسة نحطوها اللولى despite being sick نحطوها موراها هذا مكان بالرغم من أنه راح مريض نروح وضوك الحاجات اللي بالك يقدر يضيح عندنا when given an advice كيف نعطو نصيحة مثلا نقول express advice يعني يعبر على نصيحة نفض نصيحة دايما نلقا واحدة من هادو نلقا should had better أو to هادو كامل نزيدو لهم stem مش معينتها stem هي verb بلا to verb without to هادو كامل عبرو عن نصيحة مثلا نقول you should go to school يجب أن تذهب إلى المدرسة هناش والله ننصح فيها ما يش نقول لازم تروح لا لا ننصح عندنا هادو هادو نلقا هادو لقيتوها ما تنخل نقول if I wear you يعني لو كان جيت في بلاستيك كاما I would have enjoyed my vacation لو كان يعني استمتعت يعني بالعطلة تاعي لو كان نجيت في بلاستيك نستمتعت بالعطلة تاعي شغل هاك صافي هنا if I wear you شغل لو كان نجيت في بلاستيك هادو يجي شغل نصيحة كيف كيف كان نجيت في بلاستيك هاك ندير هاك نحن نقول You must go to school يعني لازم تروح للمدرسة obligation عندنا هنا You have to go to school لازم تروح للمدرسة كيف كيف Obligi بو عندنا حيلة هنم والفين دروها في الباك تلقوها ربما تحول كش دوم لا ربما تسحقوها طفو يعني تسحقوا مثلا الباست تاع ماست ماست وشنو هو الباست تاع الماضي تاع تكنتو ما تقولي ماست كيف تقول لي في الماضي ما تقدر شتول لي didn't ماضي ولا كيف تروح تشوف ماست وشنو المراد تاع هو have to هاد هو المراد تاع هو have to الآن وشنو هو الماضي تاع ماست هو نفس الماضي تاع have to have to شنو الماضي تاع هاد تو صافي الماضي تاع مست هو نفسه هاد تو نفسه بسكو مست هي نفسها هاف تو صافي مثلا خطات في الجملة ما على بديش يعني كين حالة وين تبدلوكش جملة ولا ما على بيش من بين مثلا هادوك الجمل اللي قلناه مقبيل بلك تطيح لكم وين لازم مست رجعوها لماضي ايا ما تعرفوش كيفاش اتفكروا بلي مست هي نفسها هاف تو ايا هاف تو في الماضي وشنها هي هاد تو ايا ذوك نكملو نروحو الابيليتي عوضان على الخلوطة شوية ربما يعني مريت خلط لكم ولكن تسحكم معي تكتبوا معايا لازم تكتبوا معايا وشان ينكتب بنسبة الابيليتي يعني القدرة يعني القدرة على القيم بشي كيفاش يعني نعرفوها نلقو كلمة كان اللي ماضي تاحها كد يعني يستطيع شوال يقدر عندنا ماي ولا مايت هادي ماي اللي ماضي تاحها هي مايت كيف كيف تدول على القدرة is ولا are able ووقتش نلقو is معا هي شي it وار نلقوها معا لي بقاو نقولو able شو معنتها i am able يعني انا اقدر وكي نكونوا في الماضي وش نديرون في بلاست is نديرو was وفي بلاست are نديرو where بسا عندنا حالة واحدة هي انو الاي تمشي معا ال was هنا يو عندنا هي شي it والاي كامل نقولهم i was she was he was it was والباقي كامل معا where مش كما هادي هادي تمشي معا he she it بصح هادي عندك هي she it ونضيفو لها ايضا الاية حذاري وهادي الباقي نقولو she was able to ونكملو الجملة هي كانت قادرة على ولكن كنوا في المستقبل كيفاش نقولو i will be able to fly سأصبحوا قادرة على الطيران على سبيل المثال اي الان عندنا هنها express يعني habit حاجاني معودة عليها العادة هادي اللغات اكثر يعني والادبيين اللي يطيح لهم بزاف كيفاش نقولو مثلا انا مولف ندير هاداك الشيء اولا كيفاش نقولو نقولو i am used to نروحو نستعملو subject i مع verb to be ونستعملو used to دايما نجي used to هادي ما تبدلش ونضيفو لها استعملو i am used to play مثلا i am used to play in the garden يعني انا مولف نلعب في الحديقة الان هادا الجملة هنا ايه ما فيها استعملو نقولو i am used to my city يعني يعني مولف المدينة i am used to my city now and don't get lost anymore ومرانيش عاني نضيف فيها تاني الان عندنا هنها express prohibition شفنا هنها يوم express habit العادة عندنا هنها prohibition يعني المنع حاجة ممنوعه كيفاش نقولو بلي حاجة ممنوعه يقولك you mustn't go to school ما لازمش طوح المدرسة ممنوعه عليك you mustn't تكتبها ك must not وهادي mustn't كده حبو تختصروها ونقدرو ايضا نقولك you can not ولا you can't ونقولك you can not go to school ما تقدرش طوح المدرسة كيف هنا يا prohibition نقدرو نلقاه هاد سوت prohibition ايه الان نروحو نشوفو اخر واحدة واللي هي absence of obligation شما يدها absence of obligation absence of obligation يعني حاجة مراهيش obligي وش نديرو شتوها دي have to ليش فناه هنا يف obligation have to نزيدو لها برك don't غير نزيدو لها don't نقولو ولا doesn't نقولو you don't have to go to school يعني مشي obligي تروح للمدرسة ولا نقولو she doesn't have to go to school مشي obligي مش تروح للمدرسة نفس الشيء في بلاستهاف نقدرو نلقاو need you don't need to eat this يعني مراكش مش حق تاكل هاد الحاجة ايه دو كان صوتي وصل الدرس وحد اخر it's high time it's about time it's time هادو كامل معنى تاعهم حالنا الاوان يعني جا الوقت وش نديرو موراهم نديرو موراهم subject ومبعد past simple ومبعد دعني الباقي تاع الجملة ايه الان انا هي كيفاش يقدر يطح في الباقي مثلا اني نبدلك جملة ومبعد يبدالك هكا it's high time ويدرلك فراء ايه انت تكمل هاد الجملة لازم تبدالها لحسب هادي على سبيل المثال ولا ايه ولا يقدر يقول لك هايك هاد الجملة ويدرلك بين قوسين يكتب لك هنا يقول لك ادخلها لها هادي يعني يكتبها به هادي يعني صديبو كيفاش تجي السؤال مثلا نقول جا هكا وش نديرو government must help citizens يعني الحكومة يجب ان تساعد المواطنين وإحنا وش نقوله it's high time وش نديرو subject وين على subject هذا هو it's high time government it's high time government بعد وش نديرو مولاها هادي روح إذا كان كين should إذا كان كين اي model verbs من هادوك اللي شفناهم auto ولا اي verb شفناهم اي model عذرا شفنا هادوك اللي شفناهم مقبلة advice وبيبشن هادوك سموهم models إذا قينا اي model من هادوك المودلز ننحوهم نحن نتغير على هاد الverb الverb هذا وش نديرو نرجعوه في past simple في الماضي it's high time government helped هادا regular زدنا الربورت للإيدي كينوين القولي الرب ليكونو irregular مثلا لو كان القيناة هنا wrote write الرب تو write هادا في الماضي واللي wrote فهمتو يعني ركزو it's high time government راجعو هادوك الأفعال كيفش يكونوا في البست في البست simple البست participle تحهم it's high time government helped citizens هادا ما كان يعني نحطوها كيما راهي هاد نحطوها كيما راهي نحو برك هاداك المودل الverb إي دا كاين والverb نزيدولو إيدي دا كان regular سينو نبدلوه هادا كان irregular الآن نروحو لدرس وحد آخر ولي هو تعال تمني wish الآن كايني ثويتا يشتاع الوش اللي ركزتو عاليهم نتوما كاينوين يتمنا شخص شيء في الحاضن نتمنا حاجة ضوك كاينوين تمنا حاجة في الماضي هدي كين للندم وكاينوين تمنا حاجة المستقبل حب يعني تصرا الان احنا كنحبو نتمنىو حاجة نديرو نقولو I wish ونديرو subject ونديرو past simple شوفو في الحاضر في present حاجة نتمنىو حاجة في present نرحو نستعملو past simple نتمنىو حاجة في الماضي في past نستعملو past perfect نتمنىو حاجة في المستقبل تصرا نستعملو would ولا could plus stem اذا هذا ما كان كما راكم تشوفوا وراي مكتوبة هاك اشوفوا عليها عندكم بالنسبة لها دي تالي المستقبل نقولو I wish نستعملو subject وبرد نستعملو would ولا could الان could نستعملوها مع I وال we اما would هادي تستعمل مع الضمائر الاخرى ونزيدو stem ايا باش تتوضح الفكار نشوفو امثيلة لكل واحدة منهم ايا عندنا اللولة مثلا انا انا حب انتمنى لو كان مثلا ان الشخص كان الان معايا وش نقول لو كان انا نتمنى انتمنى الان في الحاضر نقول I wish he was he was here اتمنى لو كان هنا سوف في I wish ومبعد subject he ومبعد past simple was was هو الverb to be في past simple here يعني الباقي تعال الافخاص here الان هنا معذرا here معتها هنا ايا نوح جمع راحت اخرى الان انا حب انتمنى حاجة الماضية اندمت عليها مثلا نقول I wish she had succeeded انتمنى لو كان نجحت هنا نتمنى حاجة على الماضي شغل نادم حصل غير نجحت فهمتوا يعني حاجة نتمنىها على الماضي اخر حاجة اللي هي تتمنى حاجة لمستقبل تقول I wish I could visit you اس انتمنى لو كان نقدر يعني نزور الولايات المتحدة الامريكية عندنا هادي كود استعملنا كود قلنا بوسكي تمشي معها I ولو ماذا استعملتنا I هنا سوف استعملت كود سوف انتم كيف تلقوها مثلا هذي في الباك غالبا يمدلكم جملة وش يقول لك يقول لك مثلا في هذي الجملة يقول لك هاك مثلا يكتب لك هك I I go to Dubai مثلا ماذا استعمل لك go هنا وش هادي هادي رهي في present هك يكتب هوا هاك يكتب لك سوف ومن بعد يكتب لك هنا I wish ويقدر لك نيقات هاك ولي يقول لك مثلا express express the wish a wish امنية شغل هاك مثلا يعني مش عبر عن امنية مثلا اي انت تبري تقول I wish I wish شو بدوش ندير هنا يلقي present وش مع انت يلقي present simple ثاني نتمنى في الحاضر في الحاضر قلنا نتمنى في الحاضر وش نديرو نستعمل past simple نقول I wish I هاك الشيجي التعني اللي يمدون هادي I wish standard درنا هنا I ماشي بسبت هادي I I هادي رأي دخلا في القاعدة احنا دائما نتمنى ونتمنى بأس منا نقول I wish سوف نقول I wish went I wish I went to دبي نتمنى لك رحت لدبي نتمنى حاجة دك نمدلكم مثال آخر خفيف وضريف نقول she went to school نقول لك الآن ندر لي wish هنا يتمنى كيف نقول I wish نبدأ ب I wish نتمنى I wish she she نحط هكي ما راه she went went هنا وش راه راه في الماضي سوف يتمنى حاجة في الماضي للنادم سوف نستعمل past perfect past مما يتكون يتكون من verb had past participle سوف نقول I wish she had went هنا she had went بس كل verb go في الماضي no عذرا عذرا خط عذرا عذرا she had gone she had gone to school نتمنى لو كان راحت للمدرسة go verb to go past participle هو gone I wish she had gone to school into ما راح وشوف الجملة هذيك اسكيت من ها في الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل مش تعرفوا تبدلوا على حساب هاد القواعد ها الان ننتقلوا لهذا القاعدة المهمة واللي تقدر راح لكم واللي هي passive voice active voice الان هنا في passive voice و active voice راح نبدلكم القاعدة عامة بس احكيين بعد الاوقات والازمين عذرا يتبدلوا على حساب الجدول راح نحط لكم هنا هذيك الجدول الان نركزوا معايا عندنا هنا subject هذا عندنا هذا verb وهذا the object عندنا هذه في active voice ما جملة عادية شغل شوفوا سارة كتبت رسالة راح جملة عادية شغل normal ما هش معوجة بس احكيين نحبو نقول هاي كوذني وش نقول الرسالة كتبت من طرف سارة هذي passive voice شغل مبني للمجهول هاي المبني للمجهول وهذي active voice الجملة عادية نقول كي حبو نديرو هذي الجملة في المبني للمجهول نقول الرسالة كتبت من طرف سارة شتو كيف شتبدلت ايضا وش نديرو هنا يمكن نحبو نديرو passive voice هذي راه في active voice راه جملة عادية ال passive voice هذي راه نحول هلي هذي passive voice يتميز بانه عنده buy هذي نلقوها مع ثمان طرف وش نديرو هذي اللي كانت اللخرة ال object نديروها اللولة وهو subject نديروها اللخر وال verb نحبطوه الهنا ونديرو حاجة قبلو ونكتبو buy هنا ركزو هذي نرجوها اللولة نكتبو letter رسالة ونكتبو هذي write بصح كيفش نصرفوها نصرفوها past participle نرجوها written written buy نكتبو سارة كي ما راه هنا كينا حاجة نديروها هنا وش هنها هي ال verb to be ال verb to be يمش على حساب هذي ال verb هنا هذي ال verb راه في present simple ال verb to be هنا يكون في present simple letter is written by سارة هذا مكان شوفوا سارة والتي هي الاخرة وهذي letter دي كانت الاخرة والتي هي اللولة وهذي ال verb قعد في الوسط بصح ورجعنا في past participle ما راه درنا buy وقبلو درنا verb to be ال verb to be تصرف سوش على حساب الزمن اللي كانت في هذي الجملة لو كان كان في past مثلا كتبونا wrote راه في past wrote وش صرا الجملة تكون فوتو كوب مام هذي written تقعد هكا برك ال verb إذا هذي وش يقول was بص اللاتر هي it it was صفي اللاتر was written by سارة لو كان كان wrote صفي دايما لازم تركز هذي الجدول اللي نحط لكم هنا فقط باش تشوف هذي الزمن اللي يكون فيها هذا لازم يتبدل مع هذا ما كان وتلاحظوا بله هذا برك اللي يتبدل وهذا بين يتبدل لازم يكون past participle كي يكون مثلا verb وحد آخر بصح هذي rights past participle تاوي دايما written دايما راح يكون هنا written هذا هو played ما يتبدل وهي رايحة نزيد لغير اليد بصح هذي write رايز 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 شوف كيف هو written اذا الان شوف قاعدة اخرى لاخر القاعدة راح نشوف ها اليوم هي direct indirect speech عندنا حدا مهم هي عندنا هنا هذك reported verb هذك اللي نستعمله مثلا نقول هي he says I love basketball هو يقول يقول شتو كيف يقول says هاي في present simple هو يقول احب كرة السلة هنا في هذ الحال وش نديرو هذ الverb ما تبدل ش زمن يقعد هك في present simple لاش بس هذ الverb راح في present simple كي يكون هذف present لي يكون هنا إذا كان في present يقعد في present إذا كان في past يقعد في past إذا كان في future ما يهمش هذا كي يكون في present لي كن في هذا ما راح شي تبدل كيف نقول لك نديرو indirect speech لازم لازم نقول مثلا فلان قال he قال he says photocopy تكتبه وش تضيف تضيف هادي that هادي that تزيد وها يعني مش دائم الحساب الجملة بس كي خطرات ما نزيد هاش سوف نشوف تبعوا معايا فقط هن يكون عندنا هكا نقول he says that I love basketball قال باللي هو يحب he loves نزيد الاس على هش مع ه ولي اس بس حالنا قعدنا في past هذا present simple هذا present simple normal متبذل he loves basketball وقت شي صار تغير يصار تغير كي يكون عندنا الفرب هذا في past نقول I love basketball نفس الميثال كما هاد الميثال نبدل برك said وش يقول he said that نحو هاد النقاط هاد وكم نحو هاد ومنكتبوها مش he said that he في past love منكتبوش loves نقول loved يتبدل يقول ال past هاد كان present simple يقول past simple علش هاكا قاعدة هاكا دخل basket ball اينا نحطلكم هنا واحد الجروة الهنا راح يلغسلكم كامل كيف يتبدلو كي يكون عندنا هاد في past بس كي ما قلت لكم هاد يكون في present لي يكون داخل ما يتبدل زي ما تاو يتبدل فقط صريف على حساب الشيجي سينوم ما يتبدل زي present present بس حكي يكون هاد في past هاد من الداخل اذا كان present يقول past واذا كان شوف التغير كاملة اللي احط لكم فهذا كنت تبقى على حساب هم اي الان شوف هنا ملاحظة حاجة مهمة مليح عندنا هاد الموضلز اسموهم موضلز might could would should or to هاد هاد ما يتبدلوش ميتبدلوش عنا مثال he said شوفوا رهي في الماضية هل ميتبدلوش he said it could be difficult to find our house قال انه يقدر يكون صعب باش نلقاو المنزل تانا كيف شرحت ولي he said that it could be difficult to find our house تقعد كما راهي ما حيت بدلو نضيف برك ذات ونحو هاد اللي درنا هم لي كون من الفوق عين شوفوا هاد الجملة الثانية كيف كيف she said قالت i might bring my friend amira to the button نقدر يعني نجيب ممكن يعني نجيب صاحبتي amira للعرس صافي وش نديرو هنا نقول she said that i وش نديرو she might قالت باللي تقدر نجيب صاحبتها amira الى العرس كما راه شغل طلب منهم شغل قال لهم من بفضلكم ما تكونو روطار صافي كيف اش نقولو نقولو he asked them not to be late سقساهم باش ما يكونو روطار not to be late هادي don't do not كيف اش رجعنا ها do not be ولا not to be late صافي ماش درنا نحينا كامل هادي don't خلينا not بانسير نحينا دو هادي نحينا ها و راح نحينا not to more not not to be يعني سقساهم باش ما يكونو روطار اي بجو من الثانية he asked where do you live سقسا وين تعيش هدا سؤال كيكون هنا رو ماركو هنا هادي كامل هادي كذات ذات كامل ما كذلك مهنا ماش نطيفو هادي المثال الاول باش نميزوه المثال الثاني الان قال he asked where do you live وين سقون ايو وشن قولو he asked me مسكرا هسق سيفية do you وانتعيو مقولو he asked me وشنو where i went to school where do you go حذران هنه نحو تسكول هادي لو كان كاملا where do you go هنه حبسو هنه he asked me he asked me where i went سقسان وين رحت فهمتو هادي do you هادي دو وراهي في البريزن رجعناها في الباست كي ما راكم تشوفوا رجعناها في الباست وش زدنا بركم he asked me بسكس خسانيا ايو ايو عشو مثال اخر he said go to school هنه رح امر هنه كان سؤال هنه رح امر كيكون هنه الامر وش ديرو تروح وكي تكون الامر شغال يشبه لهذا هاد الامر هذا شغال يشبه لهذا شفوش قال نقولو he said to go to school he asked me هنه نقولو he asked he asked he asked me to go to school يعني قال لي رح للمدرسة هنه شفو مثال اخر he asked do you go to school هنه هنه سؤال كيف كيف بصح مراه هنه 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 رايت بده وش نقولو نقولو he asked if ولا whether نخيرو سوى نقولو if ولا whether if ولا whether i went to school وانت بيانشور بسكيو قوت ولي وانت في الماضي هيا هنه مع اخر مثال هادو عبارة عن كيف نقولو حالات شذ شغل لقد يطيح لكم يعني من ديتهم لكم بالك يعني تصدف عندنا هنه he asked سأل what is your name ما هو الاجابة كيف تكون اني كنقولو in direct speech ولا reported speech يتسمى ايضا ونقولو he asked me سقساني what my name was في الفرق نخلوه والاخر نخلوه والاخر كامل ما نتقرح في الوسط يعني سقساني وش كان اسمي اذا نتمنى اعجبكم الفيديو على بالي كان شوية ربما ما حام خلطة بدنا من نظمة ونبعد خلطنا ونبعد شوية ولكن نتمنى وش قلت كامل تكون وكتبتو هلاش باش تشفا وحلي تكتبو طريقت كم الخاصة لتفهموها اذا حق نصنع نهاية الفيديو نتلاق فيديو اخر ان شاء بكالوريا ان شاء الله نتلقى بكم كامل فيديو اخر انتم مظلة بكالوريا ان شاء الله جميع واحد قرأ وتعب وبذل مجهود ربي ما يشتعبو ورح يوصلو شراح ورب يوفقو ان شاء الله يجيب البكالوريا وينجح اذا ويفرح روحو ويفرح لي حبو ويفرح كامل عائلته نتلقاه فيديو اخر دمتم في رعاية الله وحفظه ربما فيديو تعال النتائج لماذا والنجاح الى اللقاء